الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله والدين الإسلامي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنبي عليه الصلاة والسلام حس المؤمنين على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر والكلام ده خاص بكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دي مسألة الأحزاب الليلة علمانيين وكذان ومين مين دائرين الناس لا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر ده الحاصل باختصار شديد الدين الإسلامي لأنه عندهم حرية بتاع التعبد بالدين الدائر في الدين الإسلامي الدين بتاعيانا انت قلت أيضو اللي أعبد بالطريقة الدائرة الدين الإسلامي النزل لينا ربنا تبارك وتعالى فيو القرآن والسنة وجوه عينك الكلام ده يا علماني وجوه عينك يا كوز يا جبهجي وجوه عينك يا ترابيلي يا شعبي وجوه نخرتك يا جمهوري قرآن وسنة ممتع؟ الدين النزل لينا ربنا تبارك وتعالى قال لينا نأمر بالمعروف يا زول صلي صوم اتقي الله كذا انت تأمرني أنا وأنا أمرك جدا بالمعروف وأنهاك عن المنكر وكذلك أنت كمسلم تنهانا نحن كمسلمين عن المنكر كذا ربنا عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي زول بيشوف التاني واقع في منكر وما بيسألوه حرية ما تتكلم ها؟ كذا أنا جايك للجماعة بجيك بس بمهل سخين يا جمهوري وسخين يا كوز دي حركات كيذان نحن عارفنا حركات دي حركات كيذان بيعملها في الجامعات من بدري مما يشوف الناس كتار والطلبة ما شاء الله بيسمعوا القرآن وبيسمعوا السنة بيعمل ليك جوطة وده ربا عز وجل ذكروا في القرآن الكريم زمان همت من زمن القرآن نزل الله قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه همت بيقول لهم كوركو تقول الله قالوا في ذول بيجوط عشان كده ربا عز وجل قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر لمن تقرأ القرآن في ناس بيضايقوا بيجيو كتبت نفس ونكتم نفسك لن نهاية في روية الكير تمشي مستشفى الخرطوم تمشي أي حتى بنكتم نفسك بالقرآن لعندنا دك لا أكاكس شان كده ربا عز وجل قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه سورة يونس فالدين الإسلامي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الأحزاب تسعى لتعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودارين يشككوا الطلبة المسلمين أجوا من أسر مسلمة اللي تربوا على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام دارين يشككون في الدين دارين يشككون في شنو؟ في الدين إن الدين ما ضروري والدين ما نافع والدين زي ما أقول الشيوعيين وتجين هنا يا الشيوعي إمتا؟ تجين الشيوعيين تخشين دي سكران نصيح مصطول تجد خشنا أفكا منك صامولة صامولة تعال خشنا مش قلت الدين ما نافع والله لا دقنك لا سألنك حبابك عشرة تعال خش قول مالو ما نافع ولش ناجع معك؟ ها؟ لو ما شاءت تشتري تلفون دا تلفون إذا شايفوا مكسر كيف؟ لو جيد دار تشتري مني يتقول ليه تلفونك مالو؟ ما نافع ليه؟ ما كسر علة ولا ما علة تعال يا شيوعي قول الدين الإسلامي ما نافع أقنعنا نبقى مع الشيوعين نمشي ولا نحن مع الطيور نطير معك إمتا؟ خش؟ أما تقعد تكوير الساقط ولو طبعا ينتو وبسطة بلبن يا ولدنا الداخل دي كلها بتاكل بسطة إلا نحن؟ إتاوت خشيزة الجامعة دينتين؟ إتا قاد حضرت الكفالة الكفالة شغالة ولا وكفوها؟ زمان عندنا كفالة هنا إنت عارف يوم الكفالة تنزل؟ الأمة دي كلها بتمشي اللناية الباسطة من النفق؟ ليه شارع الجمورية؟ ما أبخلوا باسطة بسبوسة حايمة في الحتة دي إنتا؟ شنو باسطة وما باسطة؟ الكلام علم علم قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شنكد ربنا عز وجل قال وإذا أنزلت سورة ربنا تبارك وتعالى يتكلم في سورة التوبة ربنا عز وجل قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلى آخر الآيات من سورة التوبة والله الليلة نردت ليك القرآن ده هنا كله كله يا علماني مش ما دائرة طلبة يسمع القرآن يسمع القرآن قرآن بس الليلة انت أنا ما في انت ربنا عز وجل قال ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله انت ربنا عز وجل قال ألف لامرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انت كلامي القرآن الماداره ده الليلة نعمل لك بوجع بطن شان كده ربنا عز وجل قال ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الزولة تلقاه دائرة تدقى بيسمع القرآن هو مرتاح زي الطلبة نحسبهم والله حسيبهم ولا نذكي على الله أحدا تلقاه مرتاح للقرآن دي ما أغاني ولا أشعر ولا أدبيات بتاعة الحزب الجمهوري أنا جدكا داكا وحب وبتاعة قرآن قرآن انت الليلة بتعتزة وترفع راسك يا جمهوري يا الجبان ويا الشيوعي يا خواف بترفع راسك بكلام بتعلينين وستالين وسجم ورمات ونحن ما نرفع راسنا بكلام الله تبارك وتعالى الطلب ولا شنو طلب ها بلاش يوعب لكلام فارغ الطلبة دي المسلمين مسلمين يعبد الله جل وعلا ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام وأي طالب نحن بنتأكد تماما تماما ما في طالب عنده الشك في القرآن ولا في طالب عنده الشك في السنة بس في خوازيك في النصوفية أنصر سنة كيزان سجم رمات ديال بناديم شلوتيت خارج وكده غلل الناس تشوف تغلتها بلاش لعب معاكم يا أخي أحزاب دارين تضيع الدين ونحن قاعدين في البلد دي إلا تكتلنا جو والوطدي انت وانا فهمت كان كده ربنا عز وجل قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا انت الكلام ده ده قرآن ما بتكون سمعت الكلام ده أشيوعي سمعت ما بتسمع تنبع إليه عيوشة عيوشة شعرات منكوشة تشرب من الحمام تأكل من الكوشة عيوشة بتعشن هنا في قرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إن لها عضد والآن صوخ لعصر يفوه بما يناقض الشر أو إياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مغذول إذ وجدوا وما مجلاته مردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يدو إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لهم طرد محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر من من فاته الرشد من أجل ذلك قد أطحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا يرون أن تبرز الأنسى بزينتها وبيعها البضعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهد وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما تجدوا وعن تدبر حكم الشر قد صرفوا وفي المجلات كل الزوق قد وجدوا وللشوارب أعفوا واللحانة تفو تشبها ومجارات وما التأد قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصدوا ثقافة من سماج سامى ألفوا حضارة من مروج هم لها عمد عصرية عصرت خبسا فحاصلها ثم نقيع فيا أغمار فازدردوا موت وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمز قد لحدوا دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلالات والأهواء لهم شبه وعن طريق الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهت بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم مسترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن طراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا يا غربة الدين والمستمسكين به ققابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أحجم الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أعرضوا عن قوله نهده دا الدين بتاعنا يا شوعي دا الدين بتاعنا يا علماني دا الدين بتاعنا يا جمهوري دا الدين بتاعنا يا صوفي ويا كوث ويا جبهاجي ويا جي حزب عاطل لا في في البلد عرفت؟ فنحن عرضنا منهجنا يا طلبة منهجنا قائمة على الكتاب والسنة الليلة يا علمانيين يا تجي تغنعون إن الكتاب والسنة ما نفعب إمت؟ ولا من الليلة نتفق على هجف الدخلية إن الدخلية دي الناس الفئة طلبة يؤمنون بالله طبارك وتعالى ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفرون بجميع الأحزاب والطواف والملل والنحل إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو في شيء يبلع المعني والتحديد علماني تعال خش ولو في ذو الطالب من الطلبة الطيبين عنده سؤال استفسار إضافة برضو يجيه خش ولو غلطنا في حاجة يجي ذو الدارين بهنا يتفضل